أوجد كافة عوامل العدد 120 لنقود ذلك بطريقة أسهل أوجد جميع الأعداد التي تقبل القسمة على 120 لنبدأ بأبسطها وأكثرها وضوحا نحن نعلم بأن جميع الأعداد تقبل القسمة على 1 إذن يمكن كتابة 120 يساوي 1 ضرب 120 لذا دعونا نضع هنا قائمة العوامل ونضع كافة العوامل أسفلها لقد أوجدنا عاملين لحد الآن لدينا الواحد وهو أصغر العوامل حيث أن جميع الأعداد تقبل القسمة على 1 فحتماً واحد هو عامل والعامل الأكبر يكون 120 حيث لا يمكن أن تقسم 120 على أي عدد أكبر منها إذن هو العامل الثاني وهو العامل الأكبر لهذا العدد في قائمتنا إذن نضع هنا 120 دعونا نفكر في باقي العوامل ما إذا كان يقبل القسمة على 2 120 يساوي 2 ضرب ماذا؟ 120 هو عدد زوجي إذا نظرنا نجد بأن يوجد في منزلة الأحاد صفر إذن هو عدد زوجي كما تعلمون أن الأعدد الزوجي صفر إثنان أربعة ستة ثمانية إلى آخره وبالتالي العدد صفر هو زوجي يمكن قسمته على إثنان إذن ما هو العدد الثاني الذي نضربه في إثنان ليعطينا الناتج 120 حسناً هنا ماذا نريد أن نضرب بإثنان لو فكرنا بطريقة أخرى إثنان ضرب 60 يساوي 120 إذن نقول بأن 120 تقسيم 2 هو أولاً 12 تقسيم 2 6 ضرب 2 يساوي 12 ونطرح يبقى الباقي الصفر ونرفع الصفر هنا ليكون الناتج 60 إذن نقول هنا بأن عندما قمنا باستخراج العوامل كان أصغرها العدد الثنان والآخر هنا 60 إذن لدينا أيضاً 60 دعونا الآن نفكر بالعدد ثلاثة 123 ضرب ماذا حسناً حسب قاعدة قبيلة القسمة على ثلاثة وأمل أنكم تعرفون إذا جمعنا أرقام العدد وكان مجموعة يقبل القسمة على ثلاثة إذن العدد نفسه يقبل القسمة على ثلاثة لنجرب هنا نقول بأن واحد زائد اثنان زائد الصفر يساوي واحد زائد اثنان يساوي ثلاثة زائد صفر يساوي ثلاثة إذن ثلاثة تقبل القسمة على ثلاثة إذن لابد أن 120 يقبل القسمة على ثلاثة لمعرفة العدد الذي يجب أن نضربه بثلاثة يجب أن نفعل ذلك تلقائيا في رأسنا لدينا هنا 12 تقبل القسمة على ثلاثة ولكن لنقوم بالقسمة الطويلة هنا 120 تقسيم ثلاثة لدينا 12 تقسيم ثلاثة أربعة ضرب ثلاثة يساوي إثنى عشر نطرح وننزل الصفر هنا ثم نرفعه لتصوح أربعين ونضرب لينتج صفرا إذن الباقي الصفر إذن نقول أربعين إذن الطريقة نفسها إذا فكرنا بأن إثنى عشر تقسيم ثلاثة يساوي أربعة ونضع الصفر إلى جانبه ليصبح أربعين إذن هنا لدينا مئة وعشرون يساوي ثلاثة ضرب أربعين إذن لدينا عاملين جديدان وهما الثلاثة وأربعون دعونا نرى مئة وعشرون هل يقبل قسمة على أربعة بحسب مبدأ قابلية القسمة على العدد أربعة فإنك تتشاهل كل عدد في منزلة المئات وننظر إلى الرقمين في منزلتي الأحد والعشرة ألا وهما عشرون إذن بتأكيد عشرون يقبل القسمة على أربعة وبالتالي مئة وعشرون تقبل القسمة على أربعة إذن الأربعة عامل إذا ردنا أن نعرف ما هو العدد الذي يجب أن نضربه بأربعة يمكن أن نفعل ذلك في رأسنا نقول بأن إثنى عشر تقسيم أربعة يساوي ثلاثة ويبقى الصفر إذن ثلاثون إذن حصلنا على عاملان أربعة وثلاثون يمكن أن نتأكد من فاعلية هذا ونستمر بالعدد خمسة مئة وعشرون يساوي خمسة ضرب ماذا؟ إذن هل تقبل القسمة على خمسة؟ نحن نعلم حسب قاعدة قابلية القسمة على خمسة بأن كل الأعدد التي أحدها صفرا أو خمسة تقبل القسمة على خمسة ومئة وعشرون هنا أحده صفرا إذن يقبل القسمة على خمسة هنا نقسم قسمة طويلة مئة وعشرون تقسيم خمسة إثنى عشر تقسيم خمسة هنا اثنان ضرب خمسة يساوي عشر نطرح ليبقى اثنان وننزل الصفر هنا عشرون تقسيم خمسة يساوي أربعة أربعة ضرب خمسة يساوي عشرون نطرح ليبقى صفر إذن نقول بأن كما توقعنا 120 تقبل قسمة على 5 إذن 120 يساوي 5 دعوني أمسح هنا أولا ضرب 24 إذن لدينا العاملين 5 و 24 أريد أن أوسع قليلا في قائمة العوامل سأقطع هنا من 1 إلى 5 وأضعها بعيدا هنا حتى أترك مساحة للعوامل المتبقية إذن ننتقل إلى 6 هل يقبل 120 القسمة على 6 حسب قاعدة قابلات القسمة على 6 يجب أن يقسم 120 على 2 و 3 معا وهما عاملين 6 أو مكونات 6 وهنا نعم إنه يقبل القسمة عليهما إذن يقبل القسمة على 6 ولكن ما هو العدد الذي نضربه ب6 ليساوي 120 لدينا هنا 12 على 6 يساوي 2 ويبقى الصفر إذن 6 ضرب 20 يساوي 120 وإذا أردتم إمكان أن تقوم بالقسمة طويلة ولكن لدينا هنا 26 الآن دعونا نفكر بالسبعة والسبعة هو عدد غريب نوعا ما لذا دعونا نفكر بطرق أخرى لاختبار نحاول قسمة 120 على 7 12 على 7 يساوي 1 1 ضرب 7 يساوي 7 نطرح ليبقى 5 وننزل الصفر هنا 50 تقسيم 7 هنا 7 7 ضرب 7 يساوي 49 وربعون ويبقى واحد إذن هناك باقي إذن 120 لا يقبل القسمة على 7 إذن السبعة ليس عاملا دعونا نفكر الآن بالعدد ثمانية هل هو أحد العوامل دعونا نفكر في ذلك سنقوم بنفس العملية نقسم 120 على ثمانية 12 تقسيم ثمانية نقول هنا واحد لنجرب هنا الواحد إذن نقول 12 تقسيم ثمانية يساوي واحد واحد ضرب ثمانية يساوي ثمانية ويتبقى بعد الطرح أربعة ننزل الصفر هنا 40 تقسيم ثمانية يساوي خمسة خمسة ضرب ثمانية أربعين ويبقى بعد الطرح الصفر إذن نعم 120 يقبل قسمة على ثمانية دعونا أمسح هنا وأضيف 120 يساوي ثمانية ضرب خمسة عشر إذن لدي هنا عاملان آخران هما ثمانية وخمسة عشر الآن نرى التسعة هل تقبل 120 القسمة على تسعة لإقتبار ذلك يجب أن أقوم بجمع الأعداد واحد زائد اثنان زائد صفر يساوي ثلاثة حسناً حسب ما اتبعنا من قابلية القسمة على العدد ثلاثة فإن ثلاثة يقبل القسمة على ثلاثة ولكن ماذا بالنسبة للتسعة لا يمكن اعتبار أن تسعة عاملاً هنا لأن الثلاثة لا تقبل القسمة على تسعة يجب أن تكون من ضعفات التسعة إذن نجرب الآن عشرة يجب أن أكتب هنا 120 يساوي عشرة ضرب ماذا حسناً أن هذا سهل واضح أنها 12 لأننا نزيل الصفر ويكون 12 إذن لدينا 10 و12 يتبقى لنا عدد واحد محصور ما بين العشرة و12 وهو 11 إذا اتبعنا طبعاً العدد التنازلي من 120 لنصل إلى 12 فيكون هنا لدينا 11 نقسم قسمة طويلة 120 تقسم 11 نلاحظ أن 11 هو عدد أولي ولذلك إذا لنقسم على أي حال 12 تقسم 11 و11 ينتج لدينا 11 يبقى 1 وننزل الصفر 10 على 11 يساوي صفراً وبعض الطرح يتبقى 10 إذن 120 لا يقبل القسمة على 11 بدون باقين إذن العوامل هي 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120